مرحبا حبايب قلبي كيفكم؟ بتمنى تكونوا بخير. اليوم عاملكون اطيب وصفة صوس التوم. هادا صوس كتير طيب. بيلبق مع اللحوم. بيلبق مع الدجاج. وبيلبق مع الاكل النباتي. شوفوا لي هالقوامي غوالي. شوفوا طلعوا. ليكموا احلاها الصوس. هادا كتير طيب. وبيلبق معكن لكتير اكلت. طبعا انا اليوم عم اعمل كمية كتير كبيرة. لانه المكان اللي بيشتغل فيه نحنا عنا كميات كتير كبيرة. وعم اعمل هادا الصوس كرمال الاكل النباتي. خليكم معي لاخر الفيديو. لانه رح نزلكم كمان وصفة الاكل النباتي. وهلا تفضلوا معي على المكونات. بعتاز لستين بالمية ميونيز. انا هوني عندي ثلاثة سطول ميونيز. طبعا هو القسمة الاكتر متل ما انا ستين بالمية ميونيز. بعدين بدي تقريبا تلاتين بالمية كرامي فريش. وبدي تقريبا عشر بالمية لبن. يوغورت يعني. هذا اللبن بدي اخد تقريبا بس عشر بالمية. وعندي كرامي فريش. طبعا انتم فيكن تختاروا على كيفكن. وفي عندي هون ملع. عندي هون فلفل ابيض. وفي عندي توب مهروس. وفي عندي ليمون. وفي عندي كمان زيت زيتون. هلأ هدول المكونات بدي حطهم بالبلندرة او العجانة. متل ما قطلكم. ميونيز ستين بالمية. وثلاتين بالمية بين كريم فريش. اي شي متوفر انتم عنكم فيكن تخلطوا. تقريبا عشرة بالمية لبن. وازا ما عنكم كريم فريش حطوا بس لبن. ازا ما عنكم يعني اي شي متوفر عنكم بالبيت. منحطن اه كلي قطن بقلب العجانة او البلندرة. ومنحرقون ما عادة الليمون. الليمون ما منحطو فورا. لحتى اولش لانه ممكن اللبن يكون حامض ممكن ما نعتاز الليمون. بقى مشان هيك بنخليه لاخر شي. هلا انا بحرركوا متل ما كون شايفين العجانة عم حركها على مية مهلة. هون اه دقت وشفت انه لازمهم كمان ليمون وكمان بدون توم. ضفت لهم ليمون والتوم. وهون كمان حطيت زيت الزيتون. وبدي ارجع شغل العجانة كمان على مهلة. بس لحتى هيك يختلطوا مع بعضهم ويصيروا روح واحدة. كمان العجانة يعني ما بحطها على سرعة عالية. بتلواكوا شايفين. هون وصلت للقوام المطلوب. شايفين غوالي? هاد هو القوام المطلوب. ازا بتكون يا ارخى من هيك بس ضيفوا له شوية مي. وريتوا الف صحة هنا على البكر. هامبرغر نباتي او اكل نباتي مناسب للاشخاص الفيغان والفيكتارسك. يعني هادا الهامبرغر النباتي كل عالم تقدر تاكله. كتير طيب وجبة متكاملة. والوصفة كتير سهلة. هادا الهامبرغر نباتي او الاكل النباتي. متل ما كون شايفين. كتير طيب. وتفضلوا معي على المكونات. في عندي هذا الكيس. فيه جزر. وفيه بصل. وفيه شواندر اصفر. فيه جزر ابيض. وفيه الكرفس. نحن نسميه سلري. عندي هون بطاطا. انا سلقتها وحطيت لها زيت زيتون. وهرستها. في عندي هون طحين البطاطا. وفي عندي هون رز سلقته. وطحنته بهي الطاحونة. يعني بس مي ورز سلقتهن وطحنتهن. هلأ هدول الجزر والبصل. وهذا الشواندر الاصفر. حطيتهن بهي البلندرة. طبعا انا بعمل كميات كتير كبيرة. يعني هاي تقريبا بتطلع شي ميت لتر. نحن بنعمل كميات كتير كبيرة. متل ما ما كون شايفين. في عندي هون بس بطاطا. انا سلقتها. وهرستها. حطيت لها بس زيت زيتون. ولا شي تاني. وفي عندي هون طحين البطاطا. طبعا فيكن تاخده. انا شائزة معكم طحين البطاطا. وفي عندي هون رز. بس سلقته وطحنته. الوصفة كتير سهلة. طبعا وبيدي ملح وفلفل ابيض او اسود. وبيدي ماجي الخضار. وبيدي يحركن مع بعضهم لحتى يصيروا روح وحدة. طبعا لحتى يكمشوا. انا استخدمت طحين البطاطا. متل ما كون شايفين هدو المكونات. حطيتهم كلها مع بعضهم. حطيت هاد الرز المسلوق اللي عملت له ميكسا او اللي طحنته. وبدي يحركن مع بعضهم البطاطا والجزر والبصل. لحتى يصيروا روح وحدة. بعدين. بعد ما حطت الملح والفلفل. هون بدي اخد قسم صغير. بالمقلاية بدي يجربون. نشوف الطعم اذا بدون شوي زيادة فلفل او ملح. بس نعمل متل تست او اختبار. بس نوصل. للطعم اللي نحنا بدنا اياه. شوفوا بعدين هون حطيتهم بهدول الجطات الكبار. بعدين حطيتلهم شوي تباعدونس. كمان بيعطي طعم كتير طيب. وبيعطي لون. وطبعا انتو فيكن تضيفوا ايشي انتو بتكن اياه. طبعا هالوصل لا في بيض ولا في حليب. وما فيا غلوتين لا فيا تحين. يعني كل عالم تقدر تاكل منها. بعدين في عندي هون هاي الكفكيري بهالطريقة. شوفوا كيف بحطها عالصواني. اول شي هاي الكفكيري بلكة هيك بالماء. وبعدين بس هيك بمسحها. طبعا بتطلع متل شكل الهامبرغر ايه? وبتتقدم مع الخبز وهذا صوس التوم اللي عملنا. هدول الصواني انا بخيت عليه هون زيت. يعني كلاتهم مدهونين بالزيت متل ما كون شايفين هذا البخاخ. بس هيك. وبجي هون بعدين. الطريقة كتير سهلة. بلكة بالماء وبعدين هيك بمسحها. شان يطلعوا كلاتهم نفس الماء. طبعا ازا معكم هدول الصواني اللي فيهم شكل الالب فيكم تحطو على صواني عاديين. بيطلع معكم كمان الشكل كتير حلو. هاي الوصفة كتير سهلة. ووصفة صحية. وكل العالم تقدر تاكل منها الاشخاص النباتيين. ووصفة يعني متكاملة وجبنت كاملة. هذا الشكل النهائي قبل ما ادخلهم على الفرن. شايفين كيف شكلهم? يعني متل هامبرغر تاقيهم بيطلعوا. وهون بعد ما خلصوا هذا الشكل النهائي. شايفين? يعني كتير طيبين وسهلين وما بياخدوا وقت كتير. طبعا بيتقدموا مع خبز. وفي هذا الصوص اللي عملناه. الطيب. بتقدم معهم. وريته الف صحة وهنا على الكن يا غوالي. ما تنسونا من اللايك والمتابعة. يعني هيك يشكل سونا امور الفيديو.